السلام عليكم فخامة الشعب الجزائري العظيم مرة أخرى أزول فلاوين السلام علي فخامة الشعب الجزائري العظيم وصلتني في الفيديو أصدركها شرحت لي قلبي وهي وقوف الجزائريين في ذي دوش مراد أمام المحكمة ودعم الخونة السيت وفيق حساني غاضطني اليامات اللي فاتوا لأنه قهرة هذا الرجل قهرة ثلاث مرات في أسبوعي تز وكأنه حسيت أنه لم يكن معه هذا التعاطف لم يكن معه التعاطف الإعلامي لم يكن معه التعاطف الشعبي المحامين الله يبارك فيهم اللي قاموا به ويروحوا ويأتيوا له لكن لم يكن هذا الزخم الكبير لكي يذهبوا ويشوفوه لكن اليوم شفت فيه دوش مراد الله الله ياسي توفيق الشعب كمرة أوراك ياسي توفيق الشعب كامل راه وراك راه وراك بإذن الله راه وراك بإذن الله الله يبارك فيك يا شعب الجزائر العظيم يا فخامة الشعب الجزائر العظيم إذن خوتيت مونريال أوتوا كندا وكذا إذن سمعتوا أنه وحد الوزير سابق كندادي راح زار واستقبله تبون الكلام يقال أنه بعتوا تريدوا بش يبارك له طبعا هذه في الصحافة الجزائرية وش راه وشيح طبعا احنا تركبنا تركبنا هنا تغششنا وكذا فانا تصلت شوية بالليبيراليين قالوا لي لا على أمور اقتصادية ما عندها حتى علاقة يبارك له وما يبارك له نحن نحترم الشعب الجزائري في أنه يقرروا يخير شكولي كذا وكذا وكذا لكننا لا ننمنوش بالخوز عبالات السياسية الجزائريين تعامور ريال جايين أطواكي مال جمعة الجاية يوم الجمعة أخوتي برتجيوا هذا الميصاج لأنه مذبية نكونوا بكثرة المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت ماشي مكناش بكثرة الحمد لله أخوتينا في أطواكي جاي ومعنا أخونا فادي والآخرين ولكن ما سمعوش كثير لكن هني نعاود هني ننصي يوم الجمعة الوقفة رح تكون من الواحدة إلى الثالثة ونصف وخمسين من الواحدة إلى الثالثة وخمسين يعني حتى للربعة من الوحدة للربعة لأنه باش يخليوا الناس نروحوا نصليوا الجمعة وبعد ذلك يبقى ونسال تماما يبقى ونسال تماما احنا اللي حاب يروح يصلي الجمعة وبعد ذلك نرجعوا ونجيها في ويلينغتون ستريت تمانين ويلينغتون ستريت أمام مقابل مكتب رئيس الوزراء يا بوصبع زرق يا الحاس الرنجاس اسمع مليح احنا يا الجزائريين اللي عايشين في كندا رايحين نتظهروا أمام مكتب رئيس الوزراء الكندي يوم الجمعة الجاية غير غدواء يوم الجمعة الجاية ماشيين نتظهروا في بلد مش بلدنا أمام أمام مكتب رئيس الوزراء إذا عاد ما عندوش خرجة خارجية راح يكون التمة في بلد مش بلدنا وواحد ما رايحبسنا والبيرمي يعطوهو نديجة نطلبوا البيرمي باش نعلمك ونعلموكم يا بوصبع زرقوا يالحسروا نجاس يا عبيد أنه الديمقراطية الديمقراطية والحرية أمر سهل جدا أمر سهل جدا ورايحين أنا شخصيا نسمعو خماج ودنيه تريدو وراحين نشوفوها في الفيديوهات وعلم مباشر علم مباشر راح نسمعوه خماج ودنيه أنه يدعم أو يبعت واحد لنظام مستبد نظام العسكر نظام الحنوشة اللي قاعدين يعذبوا في المواطنين الجزائريين في المواطنين الجزائريين في مراكز التعذيب التي يجب أن نذمرها المرة المهم نرجعو للملاقات يوم الجمعة من الواحدة إلى الرابعة تقريبا من الواحدة إلى الرابعة في ثمانين ويلينكتون ستريت في أوتاوا وانتاريو الملتقة تعناه سيكون في ماكدونالد فيو جونطالون ماكسيموم على العشرة نمشيو يعني على العشرة نمشيو ماكسيموم سيكون الملتقن عن التماء نمشيو نمشيو فيديو أطواي يسمعوا المرة يسمعوا عن قريب لأن المرة التي قامت قامت أمام صفارة الإمارات قامت بزربة ماكسيموم على العشرة لا أعطتني الفرصة لكي نمشيو وإن شاء الله وخوتنا تعمل الريال الذي يريد أن يذهب هو فالتعكيب الذي يريد أن يذهب مرحبا بهم لكي يوقفوا مع خوتهم الجزائريين ويجب تحييد هذا النظام هذا النظام يجب أن نحييده يجب أن يتعامل معه يجب أن يكون فيه الجرب في الكورونا لأنه هو فيروس هو فيروس هذا النظام نحاول أن نحيوه ونقتلعوه من جدوره وفيه من يريد من أجل مصالح نتحهم مصالح البترولية ومصالح العسكرية وبيع السلاح وكذا يجيوا ويركبوا على الشعب مستحيل أن يحصل هذا الأمر إذن خوتي ملتقى نتعنا يوم الجمعة من الواحدة للرابعة في 80 ويلينكتون ستريت في أوطاوة أونتاريو أونفاص لبيرون تاع جسين تريدو رئيس الوزراء الكنيدي رئيس وزراء دولة في الجيسات سنقفوا قدامه ونسمعوه مجودنيه هو ووزراء نتعو ملتقى جون طالون فيو من التسعة للعشرة ندي ماريو سلام الحرار على فخامة الشعب ترجمة نانسي قنقر